من الفضائية التشادية أحييكم وأقدم لكم عرض للنشر الرئيسي لهذا المساء أهلاً وسعلاً بكم استقبل فقامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بمدينة أمجرس وفد مشترك من الاتحاد الأوروبي والحكومة الفرنسية بحضور كل من أمين الدولة الفرنسية المكلفة بالتعاون والتنمية والفرنقفونية إلى جانب مفوض الاتحاد الأوروبي في التنمية والتعاون الدولي وبحضور وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي أهم المواضيع التي طرحت خلال المقابلة تعزيز التعاون المشترك الحبيب حامد تعزيز التعاون بين البلاد والجمهورية الفرنسية من ناحية والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى هو فحو الرسالة التي جمعت فقامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بوفد الاتحاد الأوروبي والجمهورية الفرنسية صباح اليوم بمقره في مدينة أمجرس وذلك برئاسة أمين الدولة الفرنسية في التعاون الدولي والتنمية والفرنكوفونية السيد جان ماري لاجان والمفاوض السامل للاتحاد الأوروبي في التعاون الدلوي والتنمية أي سيد نيفين ميكيكا وزهاء الساعة تقريبا ناقش الوفد الأوروبي مع فخامته سبل تعزيز التعاون بين البلاد وفرنسا من ناحية والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى وعرضت المقابلة الملفات المتعلقة بالتعاون في المجالات التنموية ودور الوكال الفرنسية للتنمية في تشات والتي دابت في مساعدة البلاد في مختلف مجالات التنمية الوزير الفرنسي عقب خروجه من المقابلة قال إني أثمن الدور الاستراتيجي الذي تلعبه تشات وخاصة من الناحية الإقليمية واستسباب الأمن فيها وقدوم إلى مدينة أمجرس لمقابلة رئيس الجمهورية دريس ديبي إتنو يؤكد متانة العلاقات بيننا ومن جديد بالذكر أن المقابلة حضرها وزير العلاقات الخارجية والتكامل الأثريقي والتعامل الدولي ومسلت الاتحاد الأوروبي في تشات وعدد من مستشري فخامته بالأمنة العامة والمكتب المدني